تتجه الحرب في اليمن بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي نحو مرحلة جديدة عنوانها التهدئة مرحلة بدأت أولى صفحاتها بعد إعلان مجلس التعاون الخليجي تنظيم مشاورات يمنية يمنية أواخر شهر آذار الماضي في العاصمة السعودية الرياض حيث دعى المجلس جميع أطراف النزاع بما فيها ميليشيات الحوثي للمشاركة في المشاورات مشاورات هدفها قبول وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات لإدارة الشأن الأمني وفتح الممرات الإنسانية وإطلاق عملية سياسية شاملة في البلاد دعوة مجلس التعاون استجاب لها التحالف العربي حيث قرر وقف عملياته العسكرية في اليمن حتى السابع من نيسان وذلك قبيل انطلاق مشاورات الرياض التي من المقرر أن تستمر طيلة شهر رمضان بهدف إنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية لصناعة السلام في البلد الذي دمرته الحرب وجعلت سكانه من أفقر شعوب المنطقة وأكثرها بؤسا لكن مفهوم ميليشيا الحوثي للهدنة في اليمن مختلف بحسب مراكز بحثية حيث أن مشروع الهدنة بالنسبة للحوثيين يقتصر فقط على توقف الضربات الجوية للتحالف إضافة إلى مقتضيات أخرى تتعلق بفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة وغيرها من الشروط إضافة إلى إعلان الميليشيا وقف إطلاق النار قصير الأمد على المنشآت النفطية والأعيان المدنية في السعودية ما يعني أن الهدنة من طرف واحد لسيما بعد دفع الميليشيا بتعزيزات ضخمة باتجاه مأرب لتعزيز مكاسب ميدانية عشية عقد مشاورات الرياض في محاولة لاستغلال الوضع لصالحها ورغم تلك المعطيات إلا أن ميليشيا الحوثي اعترفت بوجود انقسامات داخلها حول الذهاب إلى المشاورات اليمنية في الرياض حيث كشفت زعامات حوثية عن وجود تذمر شديد بشأن قبول الجلوس على طاولة واحدة للحوار